سنتحدث عن السلميمبرين هو غشاء الخلية السلميمبرين هو غشاء شبه في فاز يحيط بالسيتو بلازم بتاع الخلية يعني يحوط الخلية أول حاجة سأخذها التركيب السلميمبرين يتكون من إيه؟ غشاء الخلية يتكون من إيه؟ أول حاجة يتكون من 60% من البروتين 60% من البروتين مقسمة البروتين طرفي بريفرر بروتين وبروتين داخلي والبروتين الداخلي مقسم كبير وصغير يعني لدي بروتين داخلي كبير وصغير بروتين داخلي صغير عندي بعد كده 30% من الليبت 30% من الدهون والدهون مقسمة لحاجتين فوسفوليبد وكوليسترون الفوسفوليبد عندي مقونا من هيد وتيل اللي هي رأس وزيل بعد كده عندي 10% من الكاربوهيدريت 10% من الكاربوهيدريت ودي مقسمة لجلايكوبروتين اللي هو الكاربوهيدروت المتصلة بالبروتين وجلايكوليبد اللي هي الكاربوهيدريت المتصلة بالدهون تسمى جلايكوليبد يبقى انا عندي الستراكشر او البناء مقاوم من 60% بروتين اللي هو بروتين طرفي وبروتين داخلي و30% من الدون اللي هو فوسفوليبد وكوليسترول و10% من الكاربوهيدريت اللي هو جلايكو بروتين وجلايكوليبد هنيجي كده في الرسمة بتاعته قلنا اول حاجة 60% من ايه من البروتين انا عندي اللي هو بروتين طرفي بروتين ولارج انتجرار بروتين بروتين داخلي كبير وسمول انتجرار بروتين اللي هو بروتين داخلي صغير يبقى 20% من البروتين مقصمة لبروتين طرفي اللي هو بروتين داخلي اللي هو مقصم للارج انتجرار بروتين بروتين داخلي كبير وسمول انتجرار بروتين بروتين داخلي صغير بعد كده قلت منطقة الدهون اللي هي 30% من الغشاء مقسمة لفوسفوليبد اللي هو مكون من الرأس والزيل الهيد والتيل وكوليسترول والكوليسترول دي كده منطقة ايه او 30% من الدهون بعد كده قلت الكربوهيدريت اللي هي بتشمل 10% قلت عبارة عن جلايكوليبد اللي هي الكربوهيدريت المتصلة بالدهون تسمى جلايكوليبد اما الكربوهيدريت اللي متصلة بالبروتين بسميها جلايكوبروتين هندخل بعد كده على الفانكشون اللي هي الوظيفة وظيفة غشاء الخلية اول حاجة سيل بروتيكشن حماية الخلية تاني حاجة ليمتنج السيل شيب اللي هو بيحدد شكل الخلية تالت حاجة كنترورينج زباسج اوف ايونس عند ملكيور داخل الاسل بيتحكم في مرور الايونات والجزيئات داخل الخلية يبقى الوظيفة اول حاجة حماية الخلية بيحدد شكل الخلية بيتحكم في مرور الايونات والجزيئات داخل الخلية هنينجي اللي هو شكل السيل ممبرين تحت الالكترون ميكروسكوب تحت الميكروسكوب الالكتروني يبين لي ان هو الشكل اهو منطقة الدهون منطقة البروتين منطقة ايه اللي هي الكاربوهيرات اللي اما تبقى متصلة بالدهون تبقى جلايكوبروتين ده كده شكل السيل ممبرين تحت الالكترون ميكروسكوب اللي هو الابيض والاسو بيين لي تاني شكل السيل ممبرين قلت اول حاجة هو مكون من ايه من بروتين البروتين في منه بروتين طرفي وفي منه بروتين داخلي ده لارج انتاغرر بروتين الاداه مكونا من فوسفo libit اللي هي منطقة الدهون عبارها عن رأس ووزيل وبعد كده الكاربوهيرات، مقصمة ليه الجلايكو ليبت اللي هي الكاربوهيرات المتصلة بالليبت الدهون تسمى جلايكو ليبت اما الكاربوهيرات المتصلة بالبروتين فهسميه جلايكوبروتين ثالثيسرون ممبرين صورة تاني بتوضح السلمنبرين اول سهم يقولي كاربوهايريت اول حاجة جلايكوبروتين الكاربوهايريت المتصلة بالبروتين تاني حاجة قال لي ايه الكوليسترول اه ويجلايكوليبد شايفينها المتصلة من منطقة ايه الدهون طبعا المنطقة السفرة دي عبارة عن الفوسفوليبد مكونة من هيد و ايه و تيل وده كده البروتين انتجرال بروتين تمام وده كده بريفرال بروتين اللي هو البروتين الايه الطرفي ده كده السلمنبرين